هدد الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيدف بشأن ضربات نووية على الزعماء الغربيين الذين يريدون إرسال قواتهم إلى أكرانيا وقال مدفيدف إن نشر أي قوات للناتو سيكون في الأساس خراطا مباشرا في الحرب سيتعين على روسيا الرد عليه ولكن ليس داخل حدود أكرانيا على حد تعبيره ومع استداد الجيش الروسي لإجراء تدريبات باستخدام الأسلحة النووية غير استراتيجية قالت الخارجية الروسية إن هذه التدريبات تهدف إلى تهدئة من وصفتهم بالمتهورين في العواصم الغربية ومساعدتهم على إدراك العواقب الكارثية المحتملة للمخاطر الاستراتيجية التي يولدونها ووفق الخارجية فإن هذه التدريبات تسعى إلى منع الدول الغربية من مساعدة أوكرانيا وبالتالي الإنجرار إلى مواجهة مسلحة مباشرة مع روسيا بعد تأديته اليمينة الدستورية لولاية خامسة رئيسة لروسيا قال فلاديمير بوتين إن نظام الدولة الروسي يجب أن يكون مقاوما لأي تهديدات وتحديات بوتين وفي كلمة له لفت إلى أن موسكو لا تغلق الحوار مع الغرب ولا ترفض التعامل مع الدول الغربية إلا أن العداء الذي يمارسونه ضد بلاده وما يعرقل ذلك كما أوضح أن المحادثات بشأن الاستقرار الاستراتيجي ممكن ولكن بشروط متساوية إلى ذلك واتنا تأديته اليمينة الدستورية أعرب بلاديمير بوتين عن انفتاح بلاده للحوار مع الدول الغربية نستطيع أن نغلق الحوار مع الزريض تحديث سياسي اعجب، تحديث يمكنك بشأن المشروع تحديث يمكنك بشأن الملشد رجب طرح ، قبل الغربية هبط يمكنك ان يمتنوا بشأنهم أبداً تظهر إلى الواقع نستطيع للتعامل القليل من بعدم من تنقليل بوتين تحدث أيضا عن رؤية لروسيا خلال سنوات القادمة معكدا أنها ستصبح أكثر قوة معنا من موسكو مرهسلة الشارك ديالة الخليلидية إهلا ننبك معنا بعد أداء بوتين اليمين الدستورية حدثينا عن أبرز ما جاء في خطاب التنصيب في الكريملين نعم أهلا عبد الرحمن اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أدى اليمين الدستوري لولاية خامسة في تاريخ روسيا وفي تاريخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال هذه الكلمة بعد أداء اليمين الدستوري بوتين ركز بكثير من التصريحاته على الداخل الروسي وبالطبع كان هناك رسائل للخارج الروسي خلال هذه الكلمة هو أشار بأن روسيا رغم مرورها في الوقت الحالي بمرحلة صعبة لكن الدولة الروسية ستتجاوز هذه المرحلة كذلك هو أشار بأن من أولويات القصوى بالنسبة له شخصيا كرئيس لروسيا هو المصالح الروسية وهو سيواصل الدفاع عن هذه المصالح كذلك هو أكد على ضرورة تربية الأجيال القادمة في صفوف الشعب الروسي بطريقة أن تكون موحدة وتعمل لصالح البلاد بالنسبة للرئيس الروسي المصالح الروسية هي أولوية وهذا ما تحدث عنه كثيرا كذلك كان بوتين أشار إلى أن روسيا ستواصل العمل نحو عالم متعدد الأقطاب هو من أحد أهداف الرئيس الروسي الابتعاد عن عالم أحدية القطب والتوجه نحو عالم متعدد الأقطاب وفتح مجالات جديدة أخرى بالنسبة لروسيا لتكون نتيجته التنمية الأكبر بالنسبة لداخل الروسي في الوقت النفس هو أشار إلى أن روسيا كانت وما زالت منفتحة على الحوار وعلى بناء علاقات جيدة مع الكثير من الدول وهو أشار بأن هناك علاقات بالفعل جيدة بين روسيا ودول التي تعتبر روسيا شريكا مشيرا إلى أن عدد هذه الدول كثيرة في الوقت النفس هو أشار بأن روسيا ما زالت منفتحة على الحوار إن كان الأمن الاستراتيجي أو الاستقرار مع دول الغربية لكن التصرفات الغربية هي التي تعرقل وجود أي محاولة لبناء حوار بين روسيا والدول الغربية وما زالت موسكو منتظرة أن تغير الدول الغربية سياستها باتجاه روسيا لكن هو أشار بأن جميع الأهداف التي وضعت في ولايته الجديدة التي ستستمر لست سنوات أخرى سيتم تنفيذه ويعول على الحكومة التي خلال الأسابيع المقبلة سيتم تشكيلها على تطوير أكثر لروسيا وهو ما يأمل به الرئيس الروسي ويؤكد بأنه شخصيا والحكومة ستعمل على تطوير البلاد أكثر وأكثر ومن أبرز أهداف الرئيس الروسي وديمير بوتين أن ينقل الاقتصاد الروسي إلى المرتبة الرابعة عالميا خاصة في ظروف الجيوسياسية المتوترة والتحديات الاقتصادية المعقدة لكن هناك رغبة من الجانب الروسي في مواصلة التطوير والتنمية لصالح الداخل الروسي نعم عبد الرحمن شكرا لك من موسكو مراسلة الشارق ديالة الخليلي من باريس قال الرئيس الصيني أنه في الوقت الذي يمر فيه العالم بتحولات واضطرابات لم يسبق لها مثيل منذ قرن أو قرن تحديدا يتعين على الصين وفرنسا التمسك بالاستقلال والعمل معا على درء حرب باردة جديدة أو المواجهة بين التكتلات مضيفا أنه يتعين على بكين وباريس مواصلة فهم بعضهما البعض وتعزيز التعايش في عالم متغير مع ضرورة تبني نظرة بعيدة المدى والعمل معا من أجل عالم متعدد الأقطاب متساوين ومنظمة واستكمالا لجولة الأوروبية زور الرئيس الصيني صربيا قادمة من فرنسا بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لقصف الناتو سفارة الصين في بلغراد عام 99 وتمول الصين بشكل رئيسي مشروع عادة بناء خطة أو خطة السكة الحديدية في بودابست عاصمة البجر وبلغراد عاصمة سربيا ويهدف المشروع إلى نقل البضايا الصينية من مناء بيرايس اليوناني إلى أوروبا وفي سربيا تدير الصين مناجم ومناصة ومصانع في مختلف أنحاء الدول البلقان في حين مولت مليارات أخرى من قروض البنية التحتية الطرق والجسور والمرافق الجديدة ترجمة نانسي قنقر مع اشتداد المنافسة على كرسي البيت الأبيض قال استراتيجيون ديمقراطيون وجمهوريون لموقع أكسيوس إن 6% من الناخبين في 6 ولايات أمريكية فقط هم الذين سيحددون نتائج انتخابات الرئاسة هذا العام ووفق الموقع فإن الحزبين يركزان بشكل كبير على هذه الولايات الست وهي إريزونا وجورجيا وميشيغن ونيفادا وابنسلفينيا وويسكونسون وسوف ينفقان مليارات الدولارات من أجل الوصول إلى هؤلاء الناخبين خلال الشهور المقبلة قبل موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر وفي الوقت الذي يكتب فيه المرشحان الجمهوري والديمقراطي جهودهما لكسب مزيد من الأصوات قبل مواجهة نوفمبر الحاسمة تعكف صلاطات العديد من الولايات الأمريكية على بحث سبل تجديد إجراءاتها الرامية لتأمين عملية الاقتراع ومن بين المقترحات المطروحة فرض قيود على حمل السلاح قرب مراكز التسويت من أجل حماية الناخبين والقائمين على تنظيم الانتخابات سواء من أعمال العنف المحتملة أو من التعرض لتعديدات والترهيب هذا هي الانتخابات الثالثة على التوالي التي يشعر فيها الأمريكيون بعدم الرضا عن خياريهم الرئيسيين لمنصب الرئيس وللانتخابات الثانية على التوالي المرشحان هما جو بايدن ودونالد ترمب واشنطن بوست تتساءل كيف وصل الأمريكيون إلى هنا ولماذا يعتبر هذان السياسيين الذين لا يتبطعون بشعبية هما الخياران الوحيدان القابلين على التطبيق وإجابة على ذلك تقول الصحيفة أنه بالنسبة لبايدن لا توجد طريقة بسيطة يمكن للحزب من خلالها إجبارها على التنحي بالإضافة إلى ذلك لم تكن هناك أسماء كبيرة في السياسة الديمقراطية على استعداد لتحديه أما بالنسبة لترمب فتقول واشنطن بوست أنه يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين الجمهوريين وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الجمهوريين أكثر حماسة من الديمقراطيين للتصويت في نوفمبر لصالح الراجل هما وهو ما يمثل ميزة كبيرة للترمب وفيما يتعلق بترمب تضيف الصحيفة أنه فاز بالفعل بالترشيح بسرعة كبيرة لدرجة أنه جعل هذا أقصر موسم تمهيدي في تاريخ رئاسي الحديث لكنه يعاني من لقاء ضعف خطيرة تثير قلق القادة الجمهوريين فقد يصبح مجرما مدانا بحلول الانتخابات لكن من المتوقع أن يفوز هنا تقول واشنطن بوست إنه من المتوقع أن تكون الانتخابات بين هذين السياسيين الذين لا يتمتعون بشعبية كبيرة متقاربة جدا